نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فقال الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء تغدى لكم تسك فأسأل بعض الناس أسئلة لم يسأل عنها الصحابة رضو الله عليه وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى فلماذا نسأل أشياء لم يسأل عنها السلم الصالح رضو الله عليهم هل نحن نريد أن نكون أفقه من هؤلاء والله الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام